ترجمة نانسي قنقر صباح الخير صباح القيامة يجب أن نتذكر كل أحد أن يسوع قام ونحن نحتفل بقيامته من بين الأموات نصبح أيضاً مشاهدينا على شاشة الساب 7 رب عنده رسالة لإلنا هل نحن مستعدين أن نطيعه ونعمل ما شئته في حياتنا؟ سأرقى من أعمال الرسل الفصل العشرين ابتداء من العدد 17 فإذا أعمال الرسل العدد 17 ومن مليتوس أرسل بولوس إلى أفسوس واستدعى قصوص الكنيسة فلما جاءوا إليه قال لهم أنتم تعلمون من أول يوم دخلت أسية كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود كيف لم أؤخر شيئاً من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهراً وفي كل بيت شاهداً لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح والآن ها أنا أذهب إلى أوروشاليم مقيداً بالروح لا أعلم ماذا يصادفني هناك غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلاً إن وثقاً وشدائد تنتظرني ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضاً أنتم جميعاً الذين مررت بينكم كارزاً بملكوت الله لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفك على الرعية ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم لذلك أسهروا متذكرين أني ثلاثة سنين ليلاً ونهار لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثاً مع جميع المقدسين أحبي قبل ما ندخل بهذا المقطع لابد من خلفية هذا الكلام برحلة التبشرية الأولى كان هناك رحلة التبشرية أولى ورحلة التبشرية الثانية وبعدد بأعمال 18 نرى بدأت الرحلة التبشرية الثالثة يعني من خلال أعمال الرسل نرى فترة تقريباً 30 سنة من خدمة الكنيسة وبخلال هذه 30 سنة كانت في تأثير حتى وصل الإنجيل إلى كل البحر المتوسط تقريباً وكان هناك كناعس في كل حوض المتوسط خاصة من خلال مثل ما نرى أعمال الرسل طبعاً في غيره كمان عندهم خدمة من خلال أعمال الرسل نرى بصورة خاصة خدمة بولوس وبين الأمم وانتشار الإنجيل نرى أنه بولوس بعد ما مر بغلاطية وفريجية التي هناك في تركيا لكي يشدد التلاميذ شغلة حلوة مع أنه المسافات صعبة مع أنه لم يكن لديه وسائل سفر حديثة لكن نرى أنه لم يكن يحمل أولاده الله كان يرسل إليهم الرسول بولوس وغيره من الرسل لكي يشجعهم ويثبتهم في الإيمان بعد ما ظهر من هنيك جاء إلى أفتسوس طبعاً وهذه النقطة لمحطة الأساسية هناك بقي بولوس سنتين وربما ثلاثة لأنه يذكر هنا بأخر أعمال ثلاث سنين بقي سنتين أو ثلاث سنين عم يخدم بهيد المدينة منلاحظ أنه شغلة مهمة بأنه بولوس بدأ مع اليهود مع الذين منتظرون المسيح بدأ معهم في المجامع لمدة ثلاثة شهور يعني مدة طويلة مرات منشوف من الأول أسبوع ما كانوا يقبلوا أنه يكمل وكان يكرز بين اليهود عن ملكوت الله لكن منلاحظة أحبة أنهم رفضوا وبعد رفضوا انتقل إلى قاعة إلى مدرسة تيرانوس وهنيكي يكمل خدمته الطويلة أحبائي بي أفاسوس حصلت نهضة نهضة غير عادية هذه المدينة دائما كان بولوس يستهدي في العواصم يستهدي في المدن الكبيرة يعلمنا من هنا لأنه كان يعرف كل الناس تأتي على المدينة الكبيرة وإذا قبلت المسيح تنقله للضيع لاحظة ما حدث بأفاسوس بيقول حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في أسية يعني في تركيا تركيا بعد ذلك الوقت من يهود ويونانيين وكان الله يصنع على يدي بولوس قوات غير المعتادة حتى كان يؤتى عن جسده بمنديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مكررين ومخبرين بأفعالهم وكانوا يستعملوا السحر يجمعون الكتب ويحلقونها أمام الجميع ويقول قداش حقه مبلغ ضخم جداً هيدا النهضة الحقيقية النهضة الحقيقية عندما تأتي النفوس إلى الرب النهضة الحقيقية مش بس نجع الكنيسة الكنيسة بنسمع كلمة الرب بنسبح الرب لكن النهضة تبدأ عندما يدخل يسوع إلى قلبنا ويملك على حياتنا النهضة الحقيقية مش بعددنا أو بالمكان الجميل ونشكر الرب لأجل المكان الجميل ولكن النهضة الحقيقية هي بخلاص النفوس برجوع النفوس إلى الله بكوة نريد أن نصلي كما نقرأ بعمل الرسل الله يريد أن يتعامل معنا يعني مساحة جيدة هذه العزة هي الوحيدة التي كرس فيها بولوس للمؤمنين نلاحظ أن العزات المكتوبة أتحدث عن المدونة هو كرس لكل الناس مؤمنين وغير مؤمنين لكن هنا نرى كلامه للمؤمنين وكلامه إلى قاضي مؤمنين إلى رعاة كناس إلى نظار إلى أشخاص شيوخ هنا يا أحبة أهمية هذه الرسالة أن هذه الرسالة تعنينا كلنا كل من يريد أن يخدم الرب كل من يشعر بدعوة إلى الخدمة كل من يريد أن يعمل إرادة الله بحاجة يتعلم من هذه الرسالة ورح وقيف عند عدد واحد اللي هو العدد 19 ومن خلاله نتأمل بثلاث صفات يجب أن تتوفر في كل خادم للمسيح يقول أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود أول نقطة نريد أن نتأمل فيها هو الفكر المتواضع بعدين سأتأمل بالقلب المحب وبعدين بالإرادة الثابتة في وسط الصعاب أخدم الرب رأيتها في اليوناني حلو الرب مع الأسف أنه حتى المؤمنين مرات يقعون بهذه الخطيئة خطيئة الكبرياء لذلك مهم جداً نعرف أنه لا يمكن أن تنجح خدمة بدون تواضع لا يمكن أن يكون لنا تأثير ونربح نفوس ونغير العالم والناس التي حولنا إلا إن كان عندنا تواضع التواضع معلية الله يملكني التواضع يعني إرادتي هي إرادته التواضع أني لا أعيش لنفسي لأنني اشتريت بثمن التواضع أن أكون مثل السيدي الذي ملك الملوك ورب الأرباب لكنه تواضع وعلمنا التواضع التواضع نقرأ يا أحبة بكورنسوس الأولى واحد من 26 إلى 31 يقول الرسول بولوس فانظروا دعوتكم أيها الإخوة كانت كنيسة كورنسوس مليانة بالمواهب لكن مع الأسف كانت أيضا مليانة بالتحذبات كان عندهم فخرين بالفلسفة اليونانيين الذين عندهم فخرين بالخطباء كانوا يفتخروا بهذه الأمور لكن كانوا بحاجة إلى تغيير ليس كثيرون حكماء حسب الجسر ليس كثيرون أقوياء ليس كثيرون شرفاء بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء واختار الله أثنياء العالم والمزدر وغير الموجود ليبطل الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه أحب هذا الدرس لألنا اليوم من هم هؤلاء الجهال من هم هؤلاء الدعفاء هؤلاء الأشخاص المزدرة وغير الموجود هؤلاء نحنا بدون يسوع نحنا خطاط غادسين بالخطيئة نحنا جهال لا نعرف طريق الله لا نعرف مشيئة الله لكن الله اختارنا وجذبنا لقوة محبته وجعلنا أولاده ليس هناك يكمل ويقول بالآخر من افتخر فليفتخر بالرب فليفتخر بالرب كرونسوس الأولى 4 و 6 و 7 بيقول وهي دي مهمة كثير عن التواضع ولا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر يعني ما تشوف حالك على غيرك لأنه من يميزك وأي شيء لك لم تأخذه ننسيها هذي إذا كنت أنت الرابع مستخدمك بقوة فهي دي نعمته هذا ليس منك إذا كان معك مصاري وغني هولي منه ليس منك تقول بس أنا شاطر كان أنت ممكن لا تكون موجود بالحياة كان ممكن الظروف تبعدك لكن الله أعطاك كل شيء كل موهبة كل مثل الموهبة يعني كل شيء بتعمله كل طاقة كل صنعة كل مهنة كل علم عنا هو منه علينا يا أحبة باستمرار أن نتذكر بأننا نحن منه لشيء 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 مننا كل منه وإذا نذهب أبعد من هذا دقات قلبي دقات قلب كل واحد منه وفي كل نبضة قلب يجب أن نقول يا رب شكراك كل يوم نقوم على بكرة نهار جديد يجب أن نقول نشكراك كثير مرات ننظر إلى الأمور السلبية وأنا نتحدث عن الأمور السلبية في كثير أمور سلبية نحكي عنا ببلادنا مع الأسف لكن الأمور الإيجابية الحلوة أننا موضوع محبة الله هل اختبرت هذه المحبة لحياتك هل يسوع سيد على حياتك أعظم امتياز يعطى لنا أن نكون خدام للمسيح مش خدام يعني رعاة بس أن نكون أولاد الله ونخدمه يا له من امتياز عظيم إن كان وهو السيد غسل أرجو الكلميزو تعلمنا أنتم عملوا هايك مع بعضكم البعض بكلوسي 312 و13 بيقول فالبسوا كمخترين له القدسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات ما هي كل هذه الصفات؟ واحتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيحة كذا أنتم أيضا نحتاج إلى التواضع إلى الوداع إلى الرأف لحتى حقيقة نغفر للآخرين إذا في هذا الصباح في شخص في شخص بحياتك في حقد نحو في مرارة أنت غير متواضع في كثير مرات ممكن أن نبرر الأمور ليس الحق عليه الحق عليه لكن لما نغفرنا المسيح كان الحق عليه كان الحق علينا الغفران يبدأ من القلب هل قلبك متواضع لكي تغفر؟ أحبائي أيضا نرى التواضع بأجمل سورة بفليبي 2-6 لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه هل متطلع كثير على أمورنا؟ بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع الذي إذ كان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا سورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب من الأمور الصعبة على عقلنا وعلى عقل أكثر من غير المسيحيين أنه طب ليش الله شو صير عليه وشو يلي جيبره تحت يجي المسيح يموت على الصليب ما حدا جيبره هذا ما حدته حاشة هناك ناس لا يمكن أن تتخيل ترفض هل ممكن أن يأتي المسيح وأن يضطهد وأن يتألم وأن يرفض وأن يجوع وأن يعتش وأن يكون كل الناس اللي حواليه تلميزوا يلي اعتمد عليهم حتى دعاهم ووثق فيهم تركوه هاربهم طبعا بعدين تغيرت السورة ولكن يسوع بتواضع العظيم استثمر فينا بحب هالعبارة يسوع عم بيستثمر فيك أنت استثماره شغلة الأخيرة بأولى ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم ويبذل نفسه لأجل الكثيرين لماذا أنت اليوم هنا ما هي دعوة الله لحياتك كثير مرات نقع كلنا بها الفخر أريد أن أدرس لهود أريد أن أدرس لهود حتى أصبح رائعا أريد أن أدرس حتى أكون مؤثر رب يستخدمك أمين ولكن تدافع أنك تكون غاسل للأرجل أريد أن تختم أريد أن تكون مديون رحظوا على الشغلة المهمة أريد أن تكون مديون لكل الناس لا أحد مديون لك ماذا تقول هذا؟ هذا الخالق ليس أنت ليس أنت مديون لألي أنتم مديونين لألي أنا أتعب أنا أجاهد لا يوجد شك أنا رائعي وأعرف الرعاية لا يتعرفون لألي ولكن أهم الشغلة نعرف باستمرار أنه نحن لا نتوقع الناس تعطينا لكن دعوتنا أن نعطي نعطي الرب يعطي لكننا نعطي الآخرين شغلة ثانية أحبة نقراها بالعدد 19 بكل تواضع ودموع كثيرة يا عمي شيء غريب عندما يقولوا بولوس بولوس كان يبكي خلا نشوف يبكي كان يتألم نحن اليوم نعيش بعصر مريح نأتي بسياراتنا على الكنيسة في اي سي في أشخاص يحضروا مثل ما الأخوة يحضرونا ببيوتهم يحضروا الخدمة كل هذا شيء رائع لكن افتقدنا شغلة مهمة هي البكاء البكاء أمام الرب كثير إلى هذه الأيام التي يبكوا أمام الرب لكن عندما نفكر بالنفوس يقول عن يسوع عندما رأى النفوس كأن لا راعي لها تحنن على الجموع ما يعني تحنن؟ تحنن قلبه تحرك عطفته تحركت يسوع كان عنده قلب قلب رائع بكاء على أوروشالين هؤلاء رفضوك بكاء عليهم وعلى الصليب قالوا لا تبكوا علي لن يساقروا شريم ابكوا على أولادكم يسوع كان رجل محبي مملوء بالعاطفي أحب كيف نحتاج قلب يسوع في هذه الأيام لا نعرف بولوس ماذا يبكى بالتحديد لكن يشرح لنا بعد قليل وفرجنا سبب بكاءه يقول حسنا حسنا نرى فإذن بولوس بكي و جلات الله بكيو كاتب المزمور السادس يقول أعوم في كل ليلة سريري بدموعي هل أنت تتألم في هذه الأيام هل تشعر بحزن على عزيز فقدته كتير بتأسل أنه في أشخاص بعضهم إلى هلأ بيبكوا على ناس فقدون وما في شي حقيقة بعزينا إلا تعزيز الروح القدس تعزيز الرب يسوع المسيح بولوس كان يبكي يبكي على الناس يبكي على الأشخاص الضالين تيرجعوا كان يبكي على الخدام الذين لا يمجدون الله بحياتهم أحبائي بدي أقول لكم شغلة مهمة إذا لا نستطيع أن نبكي حقيقة عن النفوس وعلى الناس وعلى المحتاجين لا نستطيع أن نخدم من كل قلوبنا نحتاج أن نشعر مع الناس نحتاج أن نرى أنا بتأثر لا أعرف أنتم ولكن هذه الحرب هذه الحرب اللعينة التي تخطف الأرواح وتخطف الأطفال الأبرياء هل نشعر أن هناك أهل خسر أولادهم هل نشعر بأنه في أولاد خسر أهلهم هل قلبنا مع هؤلاء هل نقدم محبتنا للذين هم في حاجة كان بولوس يبكي بالعدد واحدة وثلاثين يقول هذا الكلام لذلك سروا متذكرين أني ثلاث سنين ليلا ونهارا لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحدا منكم أنا لا أستطيع أن أتصور كيف كانت الصورة ولكن أتصور الرسول بولوس كان مليئ بالعاطفي قبل ما كان يحكي كانت دموعه تنزل رب يعطينا النبكي جورج مولر الذي أسس ميتم مشهور الخادم المشهور الذي كان لديه ميتم في بريستول بإنجلترا جورج مولر كان يفوت على الأوضة ويسكر الباب ويختلي بيسوع كان يصلي لأجل الناس التي لا تعرف يسوع وتقول القصة أن جورج مولر عندما كان يصلي كان يقول يا رب فرجيني جهنم أرني الجحيم لحتى أعرف أدي الصعب وأتحرك ويقال أن جورج مولر كان عنده لائحة كل الأشخاص اللي حطوا على لائحة الصلاة تبعيته خلصوا من عدى واحد جدد بمأتمه بشخص ما أبي أبي للرب هو هني وعب يدفنوه تأسروا وآمن رب يعطينا قلب محب أخيراً يا أحبة الصفة الثالثة هي وبالتجارب أصابتني بمكايد اليهود هل بتعتقدوا أن الرسول بولوس كانت حياته سهلة؟ هل خدام الإنجيل حياته سهلة؟ طبعاً الموضوع يرجع لأنه ولكن دعوني أقول لكم ما الأراد أن يأتي ورائي فل يحمل ينكر نفسه يحمل صليبه ويتبعني إلى الجلد يجب أن تموت عند ذاتك يجب أن نكون مستعدين يا أحبة على التحديات يقول بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفك على الرعية بكرونس ستيني خمسة عشر يقول بولوس أنه حربت وحوشاً نتعرض للموت عدة مرات ترجع ندرب يمكننا أن نقرأهم برسالته أحبائي بولوس لم يتراجع هذه النقطة الأساسية احتمال المشاقات السبات في خطة الله لحياتنا تعني أن لا نتراجع لا تفكروا الحياة المسيحية أنت قابلت المسيح وانتهى كل شيء لا هذا البداية فقط مع الأسف أن كل خدام الله معرضين باستمرار لهجمات إبليس إبليس لا يهاجمك إذا أنت عايش بالخطيئة إذا أنت مريحك إبليس يهاجمك عندما يكون لك تأثير يهاجم عينتك يهاجم أولادك يفعل كل شيء الذي يمنعك عن خدمة الرب يسوع المسيح بطرس بطرس منشوف بأنطاكيا أنه تحت الضغط كان كان مع اليهود لوحدهم وعمل كسر خبز مع اليهود لوحدهم وكسر خبز مع الأمم لوحدهم فإجاء بولس ووبخوا نشكر الله لأنه قبلع منه لبولس مهم جدا يا أحبة أن لا نتراجع لا نبدأ ثم نتوقف أحبائي دعوني أقرأ عليكم بالختام هذه الأعداد وبختم فيها بكلونسس الأولى أربعة سأقرأ بعض الآيات يقول يقول بولس ولكن لنا هذا الكنس في أوان خذفية ليكون فضل القوة لله لمننا بولس عم يحكي عنه وعن الرسل مكتعبين في كل شيء هذا مقطع بده لوحده بس نقرأ بسرعة لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يأسين متهضين لكن غير متركين مطرحين على الأرض لكن غير هالكين حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا ما أعظم هذا الكلام هذا الصليب الخادم يتحمل الألام لأجل يسوع كنس أولى ستة عدد ثمانة بمجد وهوان نخدم بصيط رديء وصيط حسن نخدم الرب كمضلين بالنسبة للبعض نحن مضلين ونحن صادقون كمجهولين ونحن معرفون عند الرب طبعا كمائتين ونحن نحيا كمؤدبين ونحن غير مقتلين كحزانة ونحن دائما فرحون كفقراء مثل ما رنمنا ونحن نغني كثيرين الخادم يتألم الخادم يجب أن يكون مستعد لحتى يحمل الألم أحبائي أخيراً أقرأ هذا المقطع يذكر بولوس هذا الكلام بكرون سؤول 11 يبدأ من العدد 23 يقول في الأتعاب أكثر في الدربات أوفر شاهدوا بما يفتخر في السجون أكثر في الميتات مراراً كثيراً إسمعته واحد يموت عدة مرات بولوس بولوس رجموه وضل بالأرض بعدين شوفوا قام وصل للموت كذا مرة من اليهود خمس مرات قبلتوا أربعين جلدة إلا واحدة ثلاث مرات ضربت بالعصي مرر جمد ثلاث مرات انكسرت بالسفينة ليلاً ونهاراً قضيتوا في العمق بالبحر بأسفار بأخطار سيول بأخطار لصوص إلى آخرين أخوتي الأحبة الخدمة تتطلب أن نكون متواضعين الخدمة تتطلب أن نكون عنا قلب يسوع والخدمة تتطلب أن نكون مشتعدين أن نحتمل المشاقات شكراً 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 شكراً